يوم السبت الأهلي والتراجي في تونس توقعاتك للسيناريوهات ايه اللي لازم الأهلي ياخد باله منه كويساً؟ أنا توقعاتي احنا اتفرجنا على سيناريو مبرات الزمالك مع نارد بركان الزمالك الشوت الأول ما كانش موجود الشوت الثاني كان الأفضل والأحسن وعمل النتيجة وشوفنا الشوتين الشوت الأول ما كان نارد بركان هو الأفضل كان كسبان التين سفر الزمالك الشوت الثاني كان الأفضل كسب 1-0 فالنادي الآلي هو شاف السيناريو بتاع مباراته أنا هأ في العب بقى مبارات الزمالك هو وحب مبارات العودة في مصر فأنا شايف أن النادي الآلي عنده لعيبة عندها خبرات يعني لعبة ناد زمالك عندنا 5-6-7 لعيبة عندهم خبرات لكن النادي الآلي كل لعبة عندها خبرات كل لعبة دوليين فأنا أعتقد أن فرصة أن مصر أو الاهلfy الزمالك يفوزوا ابطال الدولة المفدرالية ده يعني أنا شايف كده أنه يمكن كنت تكلمت بمحضرتك قلت لك مبرات الوداد المغربية قلت لك الأهل حيكسب ويعني مش معنى أن أنا راح ألعب يعني الضغط لا ده الضغط بيبقى على صاحب الملعب الضغط الفترة اللي جاية دي أنا شايف النادي الأهل بيقدي بشكل كويس عنده ثبات في التشكيل اللعبة بيخادت على المجزب فأنا أعتقد أنه صعب أنه يخسر براه حتى لو أقدر له لكن الأهل يحيخده كولر يلعب مبارا شكلائي هجومية دفاعية مين خط الوسط؟ لازم يلعب تلاتة سبتين في نص الملعب يعني بلعب أربعة مين في رأيك يعني مروان وكوكا وإمام مثلا؟ لا يعني إمام ممكن يبقى بيشتغل يساند على الأطراف أنت الكرة المغربية التونسية الجزائرية بتعتمد على كرات العرضية بشكل بي وكرات السبتة بشكل بي فلازم احنا نكون بنقفل الحتة دي بفكر اللعبة عندها خبرة تقدر تشتغل وعندها اليقة بدنية يقدر تشتغل اللي هو الأطراف دي أكتر ناس بيجروا في الملعب فالنادي الآلي لازم يحافظ على الأطراف دي وأيضا نادي الزمالك احنا شوفنا نهضة بركان فريق الشوت الثاني ما يوصلش النهائي لكن الزمالك بالخبرة بالتأفيل اللعيبة لأركان الملعب أو أطراف الملعب تكسافة اللعيبة بتاعة نادي الزمالك الشوت الثاني عملت بشكل كويس الشوت الثاني عملت شغلي بشكل كويس جدا النادي الآلي عنده خبرات حتعود عنه شيء كتير النادي الآلي تعود خد لسه واخد سنة الفترة بطولة برا مصر يعني كنا في جنوب أفريقيا وخدنا البطولة النادي الآلي عنده الخبرة زي النادي زمالك عنده الخبرة ولكن مبرات الآلي والزمالك محتاجة دعم الجماهير ما يستعجلش في المجسد أنا بقول مبرات زمالك الأول مبرات زمالك الجماهير ما تستعجلش المجسد لازم يبقى فيه صبر أنت تكسبي واحد سافر تاخدي البطولة فما تستعجليش وعايزين كل اللعبة تهجم وتسيب نص الملعب والكرة السابقة كله يطلع لا كل ده لو كله هجم وكله طلع أنت خلاص تكشفت فسأل جدا يجي فيك بور وده اللي حصل المبرامة فيتناهض بوركان الشوط التاني هما حسوا أن الزمالك فريقة ايه الخطأ اللي ارتكبوا الزمالك مع نادة بوركان ان احنا دخلنا المبرامة اخوارين جينا امرا واحد يعني احنا ما دخلناش غير الشوط التاني قعدنا خمسة واربعين ديئة سبعة واربعين ديئة احنا مش موجودين في الملعب هما متحكمين في الأداء بيوصلوا المرمى بتاعنا بشكل كويس انتشار بشكل كويس